بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلم تسليما كثيرا وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام لازمنا نتحدث مع هذا العنوان أعني عنوان البرنامج وبالحق نزل وانطلاقا من هذا العنوان نتحدث في رحاب قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون المؤمن الحق دوما وأبدا يتحرى الدقة في مسائل الدين لا يفتي لنفسه وإنما عليه أن يسأل أهل العلم وأهل الاختصاص في مسائل الشرع فهم بالشرع أعلم وهنا نقول يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحلال بين والحرام بين هذا حديث أروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات إذن معنى ذلك أنا كإنسان مسلم علي أن أحل حلال الله وأن أحرم وأن أقف بنفسي عند حدود الله دون أن أتعداها لو أنني فعلت ذلك إذن معنى ذلك أنا أحترم الله سبحانه وتعالى وأجله وأقدره لأنني أقوم بتحليل ما أحل ولأنني أحرم ما حرم ولأنني أحترم حدودا تلك حدود الله فلا تعتدوها لأنني إن تعديت حدود الله فقد ظلمت نفسي وأسأت الأذب مع ربي حشان أن أفعل ذلك ولذلك حينما نقول كلمة حلال تأمل معي كلمة حلال حينما أقولها أقولها وفمي مفتوح أقولها أمام كل الدنيا فليرني من يراني نعم أقولها ليس عندي منها خوف ولا حياء ولا خجل أقولها أمام الصغير والكبير حلال وانظر إلى قسمات الوجه حينما تقول كلمة حلال ترى وجهك مستبشرا ضاحكا مصرورا الدموية تجري في وجهك بخلاف كلمة حرام تأملوا معي حينما أقول كلمة حرام أقولها وفمي مغلقة أقولها والحياء يقتلني أقولها وكل خجل أقولها في موارا بعيدا عن أعين الناس لا أريد أن يسمعها مني أحد أو أن يراني أحد على هذه الصورة القبيحة حرام يا سادة كلمة فيها عيب فيها معرة فيها عورات فيها سوآت فيها فضيحة حرام وانظر إلى عبوس الوجه لمن ينطق لسانه بهذه الكلمة فما بلك بمن يفعل فعلها ولذلك يقول الله تعالى في الكرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واجب علينا أن نسأل أهل الذكر يا أهل العلم ماذا عن الحلال والحرام هل الحلال والحرام يخضع لأهواء الناس لعقولهم لأمزجتهم لا والله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوما ما سأله سائل عن الجبن الجب الجبن التي نأكلها أحلال أم حرام فرأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط للسائل جوابا وإنما أحال السائل إلى قاعدة أصولية فقهية فقال عليه الصلاة والسلام الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت الله عنه فهو عفو فقبلوا من الله عفوه ثم تلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم معنى ذلك يا أيها السائل لعله سأل سؤالا وهو به متشددا أو لعله سأل سؤالا وهو واضح جلي فقال الرسول الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت الله عنه فهو عفو ولذلك كان من أدب الأئمة الأعلام كالإمام الشفعي والإمام مالك والإمام أحمد وكالإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا كان أحدهم إذا أفتى في مسألة شرعية كان ينسب الحل والحرمة إلى من إلى الله يقول هذه المسألة حلال أحلها الله ويذكر دليلها أو حرام حرمها رسول الله دون أن ينسب الحل أو الحرمة إلى نفسه وهذا معنى قوله تعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فيجب على الإنسان أن يتحرد دقة في أحكام الشرع قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إن كنت تعلم الحكمة وتعلم البينة وتعرفها معرفة جلية فالحمد لله أنك تعلم فعليك أن تعمل بما تعلمت وأن تعلم الناس ما علمت دون أن تتجرأ على شرع الله بقولك حلال أو حرام دون علم أو بينة منكم أقول قولي هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر